النقطة التانية تعالوا عشان انا باشغل نفسي قوي بالحسابات مش عايش اشغل نفسي الوحدي الحقيقة عايز كمان اشغلكم معاي مشان نبص الاجندة النادي الاهلي السنة الجاية كده ونشوف الدنيا فيها ايه واركن شوية البطولات المحلية على جنب يعني نهاردة معنا كلام طبعا على تصور شكل بطولة الدوري في الموسم اللي جاي ومش عارفين هل هو سيناريو قابل الموافقة عليه هل ممكن يكون حل من ال او مخرج من الازمة اللي احنا عايشينها بقالنا خمس مواسم فكرة تلاحهم المواسم وامتداد الموسم لتقريبا يعني كل موسم بيسلم الموسم اللي بعد منه لكن في النهاية مش قصتنا دلوقتي تعالنا نشوف مع حضراتكم كده او نصارد الاهلي عنده السنة الجاية مش كم بطولة عنده كم مباراة برا اجندته المحلية يعني الاهلي هيلعب كم مباراة محتملة في الموسم القادم برا الاجندة المحلية ومش بس كده عايز اقف معك كمان في نقطة في منتهى الاهمية المباراة المحتملة دي في مشاركاته في البطولات المختلفة والنهاردة النهاردة الاتحاد الافريقي اعلن انه بطولة السوبر ليج او الدوري الافريقي سميها زي ما تسميها اللي بدأت نسختها الاولى السنة اللي فاتت اللي فاز بيها طبعا سانداونز واللي كان متوقع انها يعني التجربة ما كانتش نكحة قوي كانت صعبة جدا كل الفرقة اشتكت منها فكان متوقع ان البطولة دي تكون في تاين نسية ان لم يكن هناك زيادة في عدد الاندياء المشاركة السنة اللي فاتت البطولة دي تلعبت بتامن اندياء فخلينا نقول على سبيل المثال أن البطولة السنة دي مش هيزيد فيها عدد الأندية المشاركة طبعاً ده موقع African Football League الكلام طبعاً على أنه هم بيستعدوا يعني هم علنوش على شكل أو التفاصيل الخاصة لكن هم شغالين أو بيشتغلوا على تفاصيل النسخة القادمة من دوري السوبر الإفريقي We'll be back soon with updates يعني هنرجع لكم قريباً جداً بالتفاصيل فهي القصة خلينا نقول بس يا مش قصتي دلوقتي دوري السوبر يعني في كل البطولات والألقاب دي أين كانت شكلها أعتقد أنه إدارة الأهلي ممكن تبقى حريصة على المشاركة فيها لأنه عوائدها المدية كبيرة جداً في مشوار يعتبر إلى حد ما قصير ففي النهاية أنت بتتكلم على 8 أندية هي شاركة خلينا نحسب على هذا الأساس واحد عندك بطولة سوبر إفريقي بطل دوري أبطال الأهلي في مواجهة بطل كونفدرالية الزمالك ودي غالباً هتكون أول رحلات الموسم الخادم وأنا قلت لكم مؤكدت لكم من ساعة لما كان في كلام على أن المباراة دي هتتلاح في نهاية شهر يونيو اللي خلص ده قلت لكم أنه من نسبة 99% المباراة في سبتمبر وقت كان فمباراة السوبر الإفريقي هتكون أول رحلات النادي الأهلي الموسم الخادم عندك بعد كده دوري السوبر ده مفترض فيه إن شاء الله لو الأهلي خاد المشوار كله أو وصل للمباراة النهائية ده معناه أنه عندك كمان 6 مباراة معهم 3 رحلات خارجية ثم عندك ماتشاط كاس السوبر المصري اللي تلعبت بشكلها الجديد فبتتكلم عن رحلة خارجية ومباراتين أيضاً بالإضافة لمباراتين زيادة عندك كاس الانتر كونترينتل ودي أعتقد أنه الأهلي ممكن يوصل فيها لتلت مباراة قابلين للزيادة تلت مباراة ممكن جداً يكونوا بتلت رحلات خارجية ثم عندك كاس العالم للأندية بشكلها الجديد فبالتالي بتتكلم على رحلة خارجية هيلع فيها لأهلي على أهل تقدير 3 مباراة يعني يقتصر أو حسابي يقتصر على بس مشاركة الأهلي في دور المجموعات ممكن جداً جداً عدد المباراة يزيد حسب مشوار الأهلي وهكذا نتمنى عندك كمان 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا وصولاً للمحطة الأخيرة يتخلى لهم 7 رحلات خارجية فبالتالي انت بتتكلم على عدد 30 مباراة بس أجندة الأهلي في البطولات القرية أو العالمية يصل لـ 30 مباراة يتخلى لهم 17 رحلة خارج البلاد من الممكن أن يجوب فيها فريق النادي الأهلي الخمس قرات في موسم حيبدأ تقريباً كمان شهرين في موسم حيبدأ تقريباً فعلياً كمان شهرين من النهاردة انسى بقى قصة كاس أمم أفريقيا وانسى تصفيات كاس العالم وانسى مباراة الدوري وانسى مباراة الكاس فانت بتتكلم على سيناريو يكد يكون مستحيل أعتقد أنه هي مش قصة بس أن احنا نخلص دوري بدري أو نقلل عدد المطشاط في الدوري احنا بنتكلم على أنه الموسم ده وانت بتتكلم على الأهلي وخليني بقى متفقين وصرحة يعني لا في إطار العند ولا في إطار الأهلي هو المنتخب يعني الأهلي هو المنتخب كان الأهلي كويس منتخبنا بيبقى كويس قوام الأعظم اللعيبة الأكتر خبرة اللعيبة الأكتر احتكاكا اللعيبة الأكتر خوضا لمباريات على مستوى كبير هي لعابة النادي الأهلي برا النادي الأهلي ما فيش لعيب بيتعرض لهذا الكامل كبير جدا من ضغوط كل اللعيب بيلعب كم مباراة في الموسم وإيه نوع المنافسة أو المنافس اللي هو بيواجهه إيه نوع الضغوط الجماهيرية اللي بتحط تحتها في ملاعب في إفريقيا أو في كاس العالم إزاي بها بتشوف لعابة النادي الأهلي وإزاي بيقدر يتعامل معها اللعيبة اللي عنده خبرة الاحتكاك بالمواقف الصعبة اللعيبة اللي عنده خبرة مواجهة الأسماء الكبيرة النجوم الكبيرة الفرق الأعلى من ناحية القيمة التسويقية غير في النادي الأهلي فهو الموسم مش بس شاق وصعب على النادي الأهلي لكن كمان شاق وصعب على منتخب مصر وهو راح كاس عالم خد بالك الموسم اللي جاي هو الموسم الأخير قبل الذهاب إلى كاس العالم اللي بيحصل ده يعني لو فيه حد قرر في يوم الأيام أنه يعمل عملية استنزاف ممنهج يعني قاعد كده فكر وجاب مجموعة من الخبراء والمحللين الفنيين والمرتبطين بفكرة الأحمال البدنية وقال لك أنا عايز أحط خطة استنزف بيها قدرات اللعب المصري قبل ما نوصل أو قبل ما يروح كاس العالم عشرين ستة وعشرين حطولي خطة في الحقيقة مش هنحط خطة أفضل ولا أروع من اللي احنا بنعمله بقالنا سنين وسنين طويلة جدا وإحنا مش مدركين للعيبة في النهاية بشر وده اللي اتكلم عليه كل في الحقيقة بالمناسبة بيقولك اللي بيحصل عندكم ده ما شوفتوش بيحصل في أي حتى في العالم على كل الأحوال لكل ما قام مقال بس أنا يعني الحقيقة لفتت نظر الأرقام والإحصائية فقلت إيه أطرح على حضراتكم بدري بدري وإحنا متكلم على شهرين أنا مش عارف طبعا طبعا ما فيش مقرج يعني هل ممكن تزيد عدد قائم الأندية طب قول الأندية السوارة هتعمل إيه ده الأندية مش قادرة وبتعاني مع قائمة فيها 30 لعيب هل نزود عدد المحترفين؟ ده إحنا المحترفين عندنا مشكلة كبيرة جدا بنحاول نقلل عددهم لأنه لمنهم فايدة فنية وفي نفس الوقت يعني تكلفتهم علينا بقت أضعاف مضعفة فبالتالي القصة هنا مش عارف هل تفتح عدد المحترفين توصلهم 8 أو 10 زي ما مثلا عامليه بس إمكانياتهم في الخليج تسمح لهم بإمكانياتهم في أوروبا تسمح لهم بدا لكن التجربة عندنا تبقى صعبة جدا وقصة جدا على ميزانيات أندية معظمها يعني إن لم يكن جمحها باستثناء النادي الأهلي لا يحقق أي مردود مدي من رياضة كرة القدم يعني الكرة وقف عليهم بخسارة مديونيات قضايا مشاكل سداد مستحقات لعبين عدم قدرة على توفير المصادر الدولارية فبالتالي لما ديجي تقوله زود لي عدد المحترفين ولك منين هو أنا قادر أكفي اللي عندي فالحقيقة الموضوع بقى صعب جدا جدا